اشتركوا في القناة الوطنية لكرة القدمة واضف المدرب الجزائرية في تصريح للصحفة اليوم انهيت شهرا رفقة نادي ناظت بركانة وتمكنت من تحقيق اللقب السوبر الافريقية لكرة القدمة وجميع مكونات الفريق لها قناعة من اجل اللعب على المراكز الاولى وعن تواجد مواطنه الجزائرية اشرف بن عيادة في فريق الويدادة الرياضية قال بن شيخا المغرب فتح لنا ابواب العمل داخلها ونحن نعيش بخير ورياضة كرة القدم تصلح ما افسدته السياسة وتمكن نادي نهضة بركانة من الفوز امام نادي الويدادة الرياضية على ارضية ملعب الامير مولاي عبدالله لحساب نهائي كأس السوبر الافريقية لكرة القدمة بنتيجة هدفين دون رد نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء